موسيقى السلام عليكم مشاهدين من يعتدي على الأطفال قبل الكبار ويقطع الشجر ويقتل البشر لا يهتم إن كان للصحفي حصانة ومن يعمل على هدم الأقصى ومنهز الشهداء كما جرى اليوم وكان يجري منذ أكثر من نصف قرن يمكن أن يكسر ببساطة كاميرا تنقل الحقيقة يتعمد الاحتلال قمع الصحفيين وتكميم الأفواه لمنع نقل الواقع ولذلك أطلق جنوده عن سابق إصرار وترصد قنبلة تجاه زميلتنا هناء محميد لله الحمد نجت هنا لكن غيرها لم ينجو من القتل أو الإعاقة الدائمة أو الاعتقال في حلقة اليوم نعلن تضامننا الكامل مع كل الصحفيين والإعلاميين في وجه الغطرصة الإسرائيلية وفي كل الأماكن حيث يضحي الصحفي بحياته ويواجه المخاطر كي ينقل ما يجري من المهم في مثل هذا اليوم أن نتذكر زميلنا الشهيد عمر عبد القادر الذي كان شهيدا ارتقى شهيدا في سوريا وكان همه فقط تصوير ما يحصل ونقل الواقع كما هو في هذه الحلقة نناقش والاعتداءات على الصحفيين وكيفية حماية الصحفي ومعاقبة من يعتدي عليه إن كان من جماعات أو حتى من أفراد طبعا معنا في هذه الحلقة سيكون الزميلة هناء محميد معي مباشرة من الناصرة ومن قطاع غزة الأستاذ فتحي صباح رئيس جمعية الاتصال والتنمية سيكون معنا أيضا لاحقا من القاهرة لمين العام المساعد لرئيس اتحاد الصحفيين العرب الأستاذ كارم محمود قبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا والزميلة هناء نتابع ما جرى مع زميلة هناء حيث أصيبت مراسلة الميادين هناء محميد بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوتية عليها أثناء التغطية المباشرة جاء ذلك خلال تغطية الميادين لاقتحام قوات الاحتلال بلدة العساوية في القدس المحتلة هنا في مدينة القدس المحتلة تصوبت هناء مراسلة القناة مشاهدين هذا ما جرى مع الزميلة هناء محميد أثناء تغطيتها للاشتباكات التي جرت والمواجهات مع الجنود الإسرائيليين هناء حمد الله على سلامتك وهذا الوجه الفلسطيني الجميل يعني لن يغيب ولن يغيب ولن يتأثر إن شاء الله حمد الله على سلامتك بالبداية هنا ومباشرة نستذكر معك ما جرى يوم في هذه الحادثة تماما وشعورك أنت عند التغطية وأريد قبل لحظات من إصابتك هنا كنت تشعري بأن أو شعرتي بأن هناك تعمد فعلي بإصابتك أنت شخصي يعني كان باتجاهك أنت تحديدا باتجاه ناء محميد كانت القنبلة الصوتية موجهة نعم كمال أولا تحية لك وتحية لكل المشاهدين الكرام الأعزاء يعني في يوم الأحد صباح الأحد وبعد استشهاد الشاب فادي علون الذي كان قد أعدم بدم بارد في منطقة المصرارة في القدس المحتلة بعد ملاحقته كما يبدو من يعني كما ظهر من خلال عدة تصويرات فيديو يعني تم تناقلها بعد ملاحقته من مجموعة مستوطنين وإطلاق الرصاص مباشرة عليه من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية كنا قد يعني ذهب لمنزل الشهيد في بلدة العسوية في القدس المحتلة من أجل نقل ردود فعل يعني العائلة والأقارب المتواجدين في المنزل من أجل التحضير لبيت العزاء حول ما جرى وحول تفاصيل استشهاد هذا الشهيد الشاب يعني نحن كنا نتواجد في حي سكني عادي من يتواجد هناك يعني وهنا يعني أود أن أشدد بأنه لم تكن هناك أي مواجهات في الوقت الذي كنا نتواجد فيه في ذلك المكان كل من تواجد في تلك المنطقة هم من أهالي الحي من الأقارب أتوا لمواساة عائلة الشهيد لفقدانه ونحن كنا كطاقم صحفي ننقل يعني نتواجد في المكان لنقل ردود الفعل يعني ولمراقبة ما سيحدث هناك لسيما يعني أننا نعلم بأنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة تقوم بيعني الاعتداء على أهالي الشهداء كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق الفلسطينيين قامت مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الحي بدهم الحي وتفريق السكان المقدسين الذين تواجدوا بالضرب ومن ثم بإطلاق وابل من قنابل الصوت تم تفريق من تواجدوا في الشارع الذي أمامي مباشرة حيث وقفت أنا والمصور ووقف إلى جانبنا أيضا طاقم تلفزيون فلسطين وبعد تفريق كل من تواجد وهم لم يكونوا بالمناسبة متظاهرين في تلك المرحلة هم فقط من أهالي الحي قام أحد عناصر الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة صوت مباشرة باتجاهنا نحن حيث كنا نقف كصحفيين أنا لا أستطيع أن أقول بأنهم استهدفوني أنا كهناء بشكل شخصي ولكن بدون أدنى شك أن هناك استهداف واضح لنا كصحفيين وهذا ليس الاستهداف الأول هو ليس الاعتداء الأول الذي يسجل ضدي وضد باقي الزملاء الذين يعملون في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية أيضا كذلك هناك تصعيد إسرائيلي فيما يخص الصحفيين كنا قد لاحظناه ورقبناه خلال الشهر الأخير في مدينة القدس المحتلة من خلال استدعاءات للتحقيق من خلال ضرب الصحفيين تكسير الكاميرات والمعدات التي نقوم باستعمالها من خلال أيضا تسليم مخالفات بالدعاء تعطيل حركة السير هناك اتهمات معك ومع باقي الضيوف هنا حول موضوع معاناة الصحفيين تحت الاحتلال لكن هنا مكان ملاحظ بأنك ظهرت على الهواء في رسالة وكملت عملك كصحفية على شاشة الميادين بعد الإصابة بساعات وكنت تضعين الضماد على وجهك وكان بإمكانك أن لا تقومي بذلك أنت بحالة إصابة وبالتالي أي صحفي يصاب هو بشكل طبيعي يجب أن يرتاح إلى أن يتماثل للشفاء تماما لكن كانت رغبتك أن تكوني على الهواء مباشرة في الميادين لماذا؟ صحيح كمال أنا أردت بالفعل أن أخرج برسالة للعالم حول ما يجري عموما في مدينة القدس المحتلة أنا أصبت وبعد أن طلقيت العلاج مباشرة طلبت بأن أكون في البث المباشر لأقول بأن لا شيء بإمكانه إيقاف رسالتنا الصحفية المهنية نحن نقوم بواجبنا كصحفيين فلسطينيين بنقل الحقيقة نحن لا نختلق ولا ندعي أحداث أو قصص غير واقعية الاحتلال لا يمارس سياسات عنصرية تنتهك حقوق الفلسطيني وبالتالي نحن من واجبنا أن ننقل ما يجري على أرض الواقع استهداف الصحفيين هدفه واحد وواضح هناك سياسة ممنهجة من أجل إخراس الصوت الصحفي الذي يخرج إلى العالم برواية أخرى مناقضة ومنافية ومختلفة عن الرواية الإسرائيلية بالتالي رسالتي كانت من خلال خروجي على الهواء مباشرة بالرغم من إصابتي وهذا أمر في غاية الصعوبة ليس سهل علي حتى الآن في هذه اللحظات وأنا أتحدث إليك يعني ليس سهل علي أن أكون أمام الكاميرا وأن يعني بهذه الحالة ولكن يعني أنا أعتقد بأنه يجب على العالم أن يرى بشكل مباشر وواضح ماذا يجري ما حدث معي هو صورة مصغرة لما يحدث مع الإنسان الفلسطيني في المناطق المحتلة طال الوقت هذا الإنسان العادي معرض للإصابة ومعرض للاستشهاد بكل لحظة هنا الرسالة كانت مؤثرة فعلا وأيضا وصلت بالطريقة التي قلتها بالنسبة للجميع يعني كان ظهورك رسالة واضحة بأنك مستمرة في العمل وأن من استهدفك أو من يستهدف الصحفيين لا يستطيع إسكات الأصوات الصحفيين سنتقل الآن إلى قطاع غزة ومباشرة مع الأستاذ فتحي صباح أستاذ فتحي أسعد الله مساءك مباشرة والاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين وعلى الجسم الصحفي على كل من يحاول أن ينقل ما يجري في الأرض الفلسطينية هي تبدو وكأنها ضمن نهج السياسات الإسرائيلية في التعامل مع الواقع الفلسطيني ككل أنا أريد أن نسلط الضوء عبر حضرتك على هذه المسألة وكأنه استهدف الصحفيين لا يبدو صدفة أثناء اشتباك أو مواجهات يبدو من خلال التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك نوع من النهج ضمن السياسة الإسرائيلية لمواجهة الشعب الفلسطيني هو الاعتداء أو تخصيص جزء من العدوانية تجاه الصحافة والصحفية أولا شكرا لك أستاذ كمال والحمد لله على السلام هناء محميد وهذا وسام شرف على رقبتك وعلى رقبت الصحفي الفلسطيني أولا وكل الشعب الفلسطيني ليس صدفة أن تصاب هناء محميد ولا أن يصاب اليوم زميل آخر خلال تغطيته المواجهات على حاجز قلندية الذي يفصل مدينة القدس عن بقية الوطن بقية الضفة الغربية هذه سياسة ممنهجة قديمة جديدة ولم تتوقف على الإطلاق وأنا أذكر منذ زمن بعيد تصريحات لكثير من قادة الإسرائيل في هذا الشعب تناولوا على وجه الخصوص الصحفين الفلسطينيين ولماذا يتم الاعتداء عليهم أو لماذا يتم منعهم من السفر قبل الشهرين الأخيرين كان هناك حوالي 48 اعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام على صحفين فلسطينيين وهذا مؤشر خطير أنه خلال ستة شهر هناك نحو خمسين اعتداء بمعدل نحو ثمانية أو تسعة اعتداءات شهريا قفز هذا الرقم خلال شهرين أو على وجه الخصوص خلال اسموعين الآخرين إلى نحو خمسة وثمانين اعتداء هذا أمر خطير جدا وسياسة ومنهجة تمارسها إسرائيل وليس هناك من يردعها هي جزء من استهداف الشعب الفلسطيني ولكن الصحفين لماذا؟ لأن الصحفين هم من ينقلون الحقيقة للناس هم الذين من خلال أعينهم وحدسات التصوير الخاصة بهم يرى العالم ماذا يجري في قطاع غزة ربما من حسن حظ هناك محميد والشعب الفلسطيني وقناة الميدين أن إصابتها كانت على هوا مباشرة كما كان قتل الصحفين في قطاع غزة في عام 2014 و2012 و2008 وقتل المدنيين في قطاع غزة وتدمير المنازل وقصف سيارة الإسعاف والمستشفيات كان أيضا على الهواء المباشرة العالم كله يرى هذه الجرائم ومع ذلك لا يحرك ساكنا طيب الرسالة التي أوصلتها الزميلة هناء محميد بهذا الإسرار الشجاعة الذكاء أيضا عندما ظهرت وهي مصابة والآن تظهر معنا وهي مصابة والإصابة بادية على وجهها مثل هذه الرسالة ألا تؤثر أستاذ فتحي في الرأي العام لا أتحدث عن الرأي العام الفلسطيني لكن على مستوى الزملاء في الجسم الصحفي العربي أيضا على مستوى الرأي العام العالمي داخل إسرائيل هذه الرسالة ألا تؤثر كيف تؤثر ظهور هناء محميد وهذه الرسالة التي أوصلتها وشرحتها قبل قليل على الرأي العام حول ما يجري للصحفيين لأنه هناء محميد اليوم هي اعتداء جديد طبعا هناك اعتداء على اليوم كان على حاجز قلندية أصيب مصور قناة المنار هذا رمز يعني هناء محميد كانت رمز لاعتداء على الجسم الصحفي بشكل عام هذه الرسالة تعتقد أنها وصلت وتعتقد أنها مؤثرة طبعا بكل تأكيد يعني ربما نلتقي هناء وأنا لأول مرة على الشاشة ولا نعرف بعضنا بعضا وهذا بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياسات فصل الضفة عن غزة وغزة عن الضفة نحن لا نلتقي إلا عبر الشاشات أو وسائل اتصال الحديثة أو خارج فلسطين وهذا أيضا موضوع جدير بالاهتمام من قبل وسائل الإحلام والعالم كله لأنه منع الصحفي الفلسطين من الحركة أمر في غاية أيضا الخطورة وأمر انتهاك خطير لحرية العمل الصحفي وحقوق الإنسان وبالتالي أنا أعتقد أنه عندما يرى العالم أن هناك صحفية أو صحفية تصاب على الهواء مباشرة بهذا الشكل والمسألة كما قلت ليست صدفة ربما الجندي الذي أطلق القنبلة الصوتية لا يعرف هناء محميد شخصيا ولا يعرف لصالح أي قناة تعمل ولكنه يعرف أن هذا طاقم صحفي فلسطين وبالتالي يجب استهدافه ويجب استهداف كل الصحفيين هل هذه صدفة أن يصاب كل هؤلاء الصحفيون اليوم وهناء محميد الأحد الماضي وقبلها كثيرون هل صدفة أن يقتل 17 صحفيا في قطاع غزة بان العدوان الإسرائيل على قطاع غزة العام الماضي صحيح هل صدفة أن يتم تدمير مقر لوسيلة إعلام فلسطينية هذه المقرات لا تضرب إلا وفق من قبل طائرات ودقيقة جدا ويكون هناك تصوير مسبق وهناك الطائرات بدون طيار وهي التي يطلق عليها الفلسطينيون الزنانة التي تراقب كل لحظة وكل ثانية في حياة الفلسطينيون في قطاع غزة وتعرف كل مبنى وتعرف كل مؤسسة وتعرف حتى قيل يوما أن الصحفة اللي نشرت ذلك أنهم عندما حاولوا اغتيال الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي ونجم من المحاولة أنهم شاهدوا كم كانت الساعة التي يحملها في يده وفي نابلس شاهدوا لوحة السيارة وأرقامها وبالتالي أعتقد أن إسرائيل وطائراتها وجنودها وجيشها المحتل يعرف كل شيء وهذا ليس صدفة بالنسبة للرسالة الرسالة وصلتني وهذا ليس مهما كثيرا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي مهم أن يعرف الرأي العام العالمي أن يعرف الشعوب الأوروبية في أمريكا الحكومات الأوروبية والأمريكية الغرب يجب أن يعرف ماذا يجري الشعب الفلسطيني تسمح لي أستاذ فتحي لو سمحت أن تقل إلى القاهرة لأستاذ كارم محمود الأمين العام المساعد لرئيس اتحاد الصحفيين العرب أستاذ كارم اليوم كيف تعلقون أنتم في اتحاد الصحفيين العرب على الاعتداء على الهواء مباشرة على الإعلامية هنا محميد مراسل قناة الميادين في فلسطين محتلة وأيضا كيف تتعاطون في الاتحاد مع الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين بشكل عام لأن الأرقام التي نقلها الأستاذ فتحي صباح قبل قليل أرقام كبيرة يعني يتحدث عن عداد كبيرة من الصحفيين وستاذ فون خلال العام 2013 حتى الربع الأول من عام 2014 وثقت المؤسسات الحقوقية 134 اعتداء تم على الصحفيين فلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذا يتم بشكل متعمد تفضل أستاذ كارم أنا مساء الخير أسعد الله مساء يعني بالتمنيات بالشفاء وبالصحة والعافية للزميلة هناء المحميد يعني وهذه هي الضريبة التي أدفعها الصحفيون الشرفاء يعني دائما يعني ضريبة المهنة كما نقول ويعني ولكن لا يجب أن تمر مثل هذه الجريمة لا يجب أن يكون مجرد تنديد واستنكار لا يجب أن تمر هذه المرة جريمة بمثل يعني رأيناها جميعا على الهواء مباشرة ومن قبل سلطات الأحلاء الاحتلال إذن الجاني معروف يعني التحقيق يجب أن يطال هذا الجاني سواء يعني لا نسخ في التحقيقات الإسرائيلية تعودنا أنهم في كل مرة يقولون أننا سنحقق ولكن لا نتيجة ولا نعاول عليها كثيرا يجب أن يكون هناك مبادرات من منظمات حقوقية دولية ومن التنظمات المعنية ب سواء حريط الصحافة والإعلام أو حتى التنظمات الحقوقية المعنية بمثل هذه الأمور التي من الممكن أن توسق أو هذه جريمة ومن الممكن أن تتقدم بدعوة ضد أي محكمة دولية طيب من يحمي الصحفي أستاذ كارم يعني المؤسسات الاتحاد الصحفيين العرب نقابات الصحفيين يعني لا توفر عمليا حماية للصحفي يعني اليوم هناء محميد من حما هناء محميد فقط زملائها تضامنوا ما قبل قليل كان في وقفة تضامنية هنا في بيروت أمام مبنى قناة الميادين بمبادرة من مجموعة من الإعلاميين للتضامن معها بتالي يتم التضامن مع الصحفي من قبل زملائه من قبل مؤسسات صحفية لكن هل يمكن توفير حماية للصحفي بأنه يعرف أنه يستطيع أن يلجأ إليها في حال تعرضي لأي اعتداء من أي جهة كانت يعني جدا نفرق ما بين نوعين من الحماية الحماية الميدانية هذه صعبة بل تكاد تكون مستحيلة لا يمكن يعني الصحفي يعمل في الميدان ويتعرض لا تحدث الحماية عندما يتعرض للاعتداء بالضبط الحماية عندما يتعرض للاعتداء يجب بالفعل يعني أنا الأوان أن تكون هناك يعني تتوحد جهود المنظمات الإقليمية مثل النقابات والاتحادات الصحفية والحقوقية الإقليمية مع جهود المنظمات الدولية الشريفة وأركز هنا على الكلمة الشريفة لأن هناك منظمات يعني تكيد بمكالين ولا يعني ولم نسمع لها صوتا بعد هذا الاعتداء على زميل هناء المحميد بينما نسمع أصواتهم عالية جدا عن يعني اعتداء يطال صحفي في مصر أو في لبنان أو في أو في اليمن أو في كذا أو في كذا طبعا هذا مدان وهذا مدان لا أبرر ولكن مثلما يتحدثون ويولولون على حال الحريات الصحفية في أقطار العالم العالم فما يكن أخرى من العالم لكنهم يصمتون تماما أمام جرائم الإحترال الإسرائيلي لكن هذه المنظمات لا نهتم بها نضع يدينا في أيدي المنظمات المعروف عنها المصداقية والشفافية والتصدي بجدية لمثل هذه الاعتداءات وننسق يهودنا معا سواء نخابات صحفيين في دولنا أو اتحادات أقلمية مثل اتحاد الصحفيين عرب مع مثل هذه المنظمات ونشكل له بضاغط أو قوة ضاغطة يكون لها زراع قانونية قوية تستطيع أن تجلب أي معتدي إلى العدالة ويعني تضعه أمام جريمته أستاذ كارم محمود أرجو أن تبقى معنا وأيضا أستاذ فتحي وزميلة هنا سنتوقف مع فاصل قصير بعدها مباشرة نكمل في حديث 2015 الذي نخصص فيه هذه الحلقة للتضامن مع الصحفيين الذين يعملون في الميدان وضد الاعتداءات التي يتعرضون لها خاصة الصحفيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد الفاصل تحية من جديد مشاهدين في حديث 2015 نناقش فيها الاعتداءات على الصحفيين انطلاقا من حادثة الاعتداء على الزميلة هنا محميد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي زميلة هنا أعود إليك في الناصرة كان هناك خلال التعليق على ما جرى معك ما كتب في الصحافة الإسرائيلية وبعض التعليقات التي صدرت حول هذه المقالات أو الآراء التي نشرت كان هناك في إسرائيل تشكيك برواية الاعتداء على الإعلامية المراسلة هناء محميد والطريقة التي تمت فيها أريد منك ردود إذا تابعت مثل هذه التعليقات أو هذا التشكيك ردود عليها الآن نعم كمال بداية الإعلام الإسرائيلي لم يتعامل مع مسألة الاعتداء عليه ولا الاعتداء على باقي الزملاء الصحفيين بشكل جدي إلا بعد ربما بدأ التعامل مع هذا الأمر بعد أن كان هناك عدة وسائل إعلام عربية وعالمية التي اهتمت بهذا الموضوع كان هناك ردود من القراء الإسرائيليين على بعض التقارير التي نشرتها بعض المواقع الإسرائيلية باللغة العبرية هذه الردود كانت يمكنني أن أصفها بأنها ردود فاشية بكل معنى الكلمة لأنها كانت كلها ردود تصب في إطار التحريض ضدي ويعني التأسف على عدم قيام قوات الاحتلال بقتلي أو بتشويه كل وجهي وهناك كانت تمنيات بأن تبقى أثار وندب على وجهي وأن أصاب بعيني مثلا كانت هناك عدة ردود من القراء وأنا أصف الردود بغالبيتها ربما كان هنا أو هناك رد أو اثنين من بين الألاف الذين تمنوا لي مثلا الشفاء ولكن معظم هذه الردود تعبر عن المزاج العام في الشارع الإسرائيلي وهو يعني انحراف كبير يعني نحو اليمين المتطرف والعنصرية بشكل كبير ضد الفلسطيني ضد العربي وأيضا يعني هناك نظرة استعلائية على الفلسطيني وعلى حقوق الفلسطيني على كل حال يعني هذه ردود الفعل هذه لم تكن مفاجئة بالنسبة إلي وإن كانت مؤلمة وموجعة لأنه يعني أنت ترى مرة أخرى يعني بشاعة هذا الواقع الذي نعيشه لكن هذه الردود لم تكن مفاجئة بالنسبة إلي لأنها أيضا هي من أوصلت حكومة إسرائيلية متطرفة يمينية متطرفة إلى الحكم إلى سدة الحكم مطلع هذا العام بعد الانتخابات الإسرائيلية يعني عندما نتحدث عن الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي العالي الكبير إننا نتحدث عن تصعيد ضد الفلسطينيين طوال الوقت يعني التعليمات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كلها يعني تصب في التصعيد ضد الفلسطينيين خلال يعني حملة هدم المنازل الاعتقالات الإدارية استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين كل هذا يؤشر بأننا نتجه أكثر فأكثر يعني نحو مواجهة واشتعال وتوتر أكبر في المنطقة هنا في الأراضي المحتلة يعني عندما نتحدث عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يقومونهم بأنفسهم باقتحام المسجد الأقصى فإذن ليس غريبا أن أرى ردود أفعال من قراء إسرائيليين يتمنون موثي ويتمنون قتلي ويصفونني بالإرهابية أيضا ويصفونني بالمخربة ويصفون الصحفيين والمراسلين بأننا مخربين لأننا عرب يعني هذا هو المنطق الذي يفكر من خلاله هؤلاء الإسرائيليين نعم أستاذ فتحي صباح في قطاع لكن كمال بالرغم من كل هذا نعم يعني فقط إشارة صغيرة أنه بالرغم من كل هذا يعني ومن كل هذا يعني حالة التحريض وحالة الترهيب يعني نحن صابدون على أرجلنا سنواصل المسيرة التي نرتقيها مناسبة ونرى أنها صادقة وأنها حقيقية لأننا يعني في نهاية المطاف نقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة طيب أستاذ فتحي صباح في قطاع غزة نقابة الصحفيين فلسطينيين أكدت مؤخرا أن نسبة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين ارتفعت بنسبة 120% وانت هذا الموضوع يعني ارتفاع نسبة استهداف الصحفيين الفلسطينيين أشرت إليه إليه أستاذ فتحي قبل قليل ولكن ما تفسير هذا الارتفاع بالنسبة يعني 120% نسبة عالية جدا وترتفع بشكل ملحوظ يعني اليوم أستطيع أن أتحدث اليوم يعني منذ الاعتداء على الزميلة هنا حتى اليوم أستطيع أن أتحدث عن ارتفاع هذه النسبة أيضا التي أكدتها نقابة الصحفيين يعني هناك اليوم إصابات أيضا لصحفيين أثناء المواجهات التي تجري عند حاجز أو التي جارت عند حاجز قلندية ما تفسير هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة استهداف الصحفيين الفلسطينيين يعني واضح أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعا مضطردا وخطيرا في عدد الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين يعني بينما كان في عام 2011 100 اعتداء أو انتهاك لحرية العمل الصحفي واعتداء على الصحفي الفلسطينيين في العام 2014 ارتفع العدد إلى 295 اعتداء ومن بين هذه الاعتداءات 17 شهيدا في قطاع غزة من بينها أيضا تدمير 19 مقر أيضا لوسائل الإعلام الفلسطينية هذه سياسة ممنهجة اسرائيل تدرك تماما يعني هناك عدة أسباب أن اسرائيل تدرك من بينها أن الإعلام الفلسطيني يزداد تجربة وخبرة في التعاطي والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيل والجرام التي ترتكبها إما في قطاع غزة أو في الضفة أو في القدس زيارة عدد الصحفيين عمل الصحفيين مع مؤسسات إعلامية عربية ودولية مهمة جدا ومن بينها قناة الميادين التي لا تترك شاردة ولا واردة في فلسطين إلا وتغطيها وهناك أيضا وسائل علم أخرى كثيرة يعمل لديها الفلسطينيين وهناك أيضا ما أشرت إليه هنا وهو ميل المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية إلى التطرف واليمين واليمين العنصري يعني الانتخابات الأخيرة كما أشارت هنا أفرزت وعبرت عن مجتمع عنصري بامتياز ليس من حيث فقط من وصلوا إلى سدة الحكم في إسرائيل ناتنياهو وتحالفه بل أيضا من حيث القوانين التي سنتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تحت الاحتلال أقصد أو الشعب الفلسطيني في مناطق 48 أو إسرائيل الذين يعيشون كمواطنين يفترض أن يكونوا يعيشون كمواطنين متساوي الحقوق مع اليهود ولكن هم يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية وأنا لست متفاجأ تماما كهناء من حجم العنصرية لدى القراء الإسرائيليين أو حتى لدى الصحافة الإسرائيلية فالحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن نشر ثقافة التحريض على العنف والكراهية والعنصرية هي يوميا تغذي الشارع الإسرائيلي بمثل هذه الأفكار وبالتالي هذا ما يجعل النسب ترتفع أيضا موقف السلطة الفلسطينية بصراحة غير المسؤول يعني بمعنى أنه ماذا تفعل السلطة الفلسطينية كيف تنظر إلى هذه الاعتداءة ضد الشعب الفلسطيني والصحفين على وجه الخصوص وتقف مكتوفة الأيدي لماذا لا يتم حمل ملف قتل الصحفي الفلسطيني والاعتداءات على الصحفي الفلسطينيين إلى محكمة الجناية الدولية نسمع يعني انضم الرأي يعني وقع رئيس عباس على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجناية الدولية صحيح ووعدونا كثيرا وسمعنا تصريحات كثيرة في هذا الشأن أنه سيتم نقل ملف الاستيطان وجرائم غزة العدوان على غزة وجرائم الدوابشة وأخيرا حتى الطفل سمعنا تصريحات أخيرا حتى على ما يجري في القدس والضفة الغربية أنه سيتم نقل هذه الملفات أين هو كل ذلك لو إسرائيل وجدت أن هناك جدية لدى السلطة الفلسطينية أو لدى نقبت الصحفي الفلسطينيين ومن خلفها اتحاد الصحفي العرب الذي لا يألو جهدا في دعم الصوت الفلسطيني ونقبت الصحفي الفلسطينيين في المنتديات والتجمعات الدولية ومن بينها الاتحاد الدولي للصحفيين أعتقد أن لو كان هناك جدية كبيرة وفريط من المحامين والحقوقيين يقف ويضع ملفات واضحة تكون فيها الجرائم يعني هناك جرائم إسرائيلية واضحة مكتملة الأركان نعم توثق بالصوت والصورة والوثاية ونذب بها بحكم الجرام الحرب أعتقد أن هذه الانتخابات ستشهد عفوا الانتهاكات والاعتداءات ستشهد انتخفاضا ملموسا خلال الفترات القادمة طيب أستاذ كارم محمود إليك مباشرة ألا تلاحظ أستاذ كارم وأنت بالطبع صحفي معروف ألا تلاحظ بأن قيمة الصحفي أصبحت تنخفض يعني قيمة الصحفي ليست كما كانت يعني الصحفي الآن أصبح الحلقة الأضعف في الصراعات التي تجري حاليا في المنطقة رغم أن الصحفي هو العين التي تنقل ما يجري على الأرض يعني قيمة الصحفي لم تعد كما كانت سابقا الاعتداءات على الصحفيين الآن هنا في بيروت هناك دعوة مرفوعة في لهاي على الصحفية كرمة خيات الصحفية اللبنانية هنا نموذج أمامنا اليوم في سوريا يعني خلال الأزمة السورية تم استهداف الصحافة بشكل ممنهج اختطاف وقتل واستهداف وسيارة مفخخة بمؤسسات صحفية وغيرها وكأن قيمة الصحفي بدأت تنخفض أو بدأ الصحفي يبدو بأنه غير محمي أو لا قيمة له أو لا حصانة له في المجتمعات والدول التي يعمل فيها صحيح أخ كمال ملاحظتك في محلها تماما يعني قيمة الصحفي لاست فقط يعني تنخفض بشكل يعني مريع وملحوظ لكن أيضا يعني الصحفي يعني بات مستهدفا لكونه صحفيا كما قلت هو عين الحقيقة وهو ناقل للحقيقة وهو يوسق الجرائم ويوسق الاعتداءات فبات مستهدفا من الجميع يبدو أن الجميع تحلفوا على الصحفيين الحكومات يعني بقواها الأمنية تعتدي على الصحفيين أثناء تقتلطهم لانتهاكات تلك القوات الأمنية تجاه مواطنين في عدة دول عربية يغطون التظاهرات أو حتى طبعا في إسرائيل كما نشاهد قوات الاحتلال الإسرائيلي أحيانا يتم الاحتلال الصحفيين من بعض يعني فصائل أو فئات المعارضة أو المتظاهرين أنفسهم أنصار هذا الفريق أو ذاك إذا كانوا إذا كان الصحفيون يوثقون يعني بعض الاعتداءات من قبل متظاهرين أو أنصار فصيل معين يعني يجري الاعتداء مباشرة على الصحفيين هو الحقيقة هو الهدف في النهاية واحد سواء لدى الحكومات أو لدى قواه الأمنية أو المعتدين من يعني جماعات أخرى فصائل أو متظاهرين أو إلى آخره يعني الهدف في النهاية واحد هو إسكات صوت الحقيقة إسكات العين التي ترى وتنقل إلى الجمهور وتنقل إلى المشاهدين وتوسق الجرائم والانتهاكات التي يمكن أن تستخدم فيما بعد دليلا على هذا الطرف أو زاك أمام المحاكم أو في ساحات القضاء العادل يعني ربما أنت أشرت بشكل سريع إلى قضية أخرى يعني أنا الحقيقة يعني لازلت يعني أتعجب لسكوت المنظمات الدولية على مثل هذه الاعتداءات من جانب سلطات الاحتلال بالذات نجدهم كما أكرر نجدهم يعني يولون ويرفعون الأصوات عالية جدا ويمارسون الضهوط قوية على الحكومات العربية عندما يتم هناك انتهاك هنا هنا وهناك ونحن أيضا وأعيد أكرر نحن ضد الانتهاكات في دولنا جميعا ولكن عندما تتصدى أو يعني تقيم المنظمات الدولية الدنيا ولا تقعدها على الانتهاكات هنا في منطقتنا ثم تسكت على الانتهاكات التي يكون بها يمارسها يوميا قوات تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا على شعبنا في فلسطين المحتلة هذه ازدواجية وهذا تناقض وهذه يعني هذه شيزوفرينية يعني هؤلاء قوم يعني لا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة يعني كيف يخدعون يعني أنفسهم ويخدعون بمثل هذا القول الازدواجية مثلما أشهرت بشكل سريع كانت ظاهرة جدا في قضية الزميلة الصحفية كرمى خياط يعني في تصدي المحكمة الجنائية الدولية لها منذ عام ويعني محاولة جلبها إلى المحاكمة ثم الغرامة التي صدرت ضدها مؤخرا هذه كلها معايير مزدوجة وهذه كلها يعني كيلب أكثر من مكيال وتفقدنا الحقيقة يعني تفقدنا القدرة على تصديق لكن أنا أريد أن نتحدث أستاذ كارم في نقطة مهمة تتعلق بالمحاسبة التي طرحها ضيفي الأستاذ فتحي صباح من غزة المحاسبة الصحافة هي سلطة هي السلطة الرابعة والصحافة لديها إمكانات للتأثير على الرأي العام والتأثير على صانع القرار هذا مفروض ألا يمكن البحث عن طرق محاسبة من قبل اتحاد الصحفيين العرب من قبل الأطر الصحفية النقابات الصحفية المحاسبة بعيدة عن موضوع القانوني أو القوانين يعني المحاسبة عن طريق المهنة بمعنى مثلا تطرح قائمة سوداء من اتحاد الصحفيين العرب للدول والمؤسسات والأفراد الذين ينتهكون حريط الصحافة والذين يضيقون على الصحفيين أو رفع قائمة أو تنسيق بين وسائل الإعلام مختلفة لتغطية لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا للحديث وكشف عن كيف يتم الاعتداء بمعنى أن تمارس الصحافة سلطتها في محاسبة من ينتهكون الحرية الصحفية ويعتدون على الصحفيين يعني هذه بالفعل أفكار جيدة جدا وقد يعني ربما مارسنا بعضها من قبل واستخدمنا بعضها من قبل سواء هنا في مصر أو في عدد من الدول العربية وأحيانا يعني أتت بنتيجة في تونس في مصر في أكثر من بلد العربي تم اللجوء إلى وسائل ضغط كثيرة وقفات احتجاجية ممارسة دغوط التوقف عن العمل لفترات معينة الإضراب أحيانا سائر وسائل الاحتجاج والتصعيد في مواجهة الحكومات المعنية ولكن لا أظن أنها تكفي وأظن أنه بات هناك حاجة ملحة لتفعيل الجهود وأنه يكون هناك جهد ممنهج على مستوى النقابات العربية جميعاً والمتحادات الأقليمية وكما قلت المنظمات الدولية الموضوعية والشفافة والتي تتمتع بمستقية عالية لممارسة ضغوط مهنية وأيضاً ضغوط قانونية الضغوط المهنية وحدها لا تكفي والضغوط القانونية أيضاً وحدها لا تكفي الضغوط المهنية ضرورية لإجبار الحكومات على التراجع لكن أيضاً الضغوط القانونية يجب أن يكون هناك أمام كل معتدي يعني مثال ونموذج أنه سيحل عليه العقاب لا يجب أن يفلت المعتدي بجرائمه مسألة الإفلات من العقاب هذه يجب أن تتوقف ويجب أن نتصدى لها بكل الطرق القانونية وأيضاً المهنية طيب أستاذ فتحي سأخذ منك دقيقة حول موضوع أن تحاسب الصحافة وسأختم مع الزميلة هنا في الدقائق المتبقية الصحافة يمكن أن تشكل أداة محاسبة وحماية صحفيها عن طريق الأفكار التي طرحتها قبل قليل والتي ذكرها أيضاً ضيفي الأستاذ كارم محمود من القاهرة هل يمكن أن يكون هناك فعلاً أفكار أخرى مثل التنسيق بين فضائيات التنسيق بين صحاء الصحف بين مراكز دراسات لعمل توثيق ومحاسبة والتنسيق بين الصحفيين يعني اليوم كان في حمل التضامن مع زميلة هنا يعني مثل هذا هذا التضامن من قبل الصحفيين والتغطية الإعلامية للاعتداء على صحفي معين والتضامن معه من قبل وسائل الإعلام ممكن أن يشكل أداة محاسبة للصحافة بعيداً عن القوانين لأن إسرائيل لو بدأت تحاسب كانت حسبت على كل الدم الذي أراقته الدم العربي الذي أراقته في الستين عام وأكثر الماضية فهل يمكن أن تكون سلطة الصحافة تشكل أداة محاسبة بالتأكيد ويجب أن تشكل أداة محاسبة لأنه أنا اتبعت الوقفة التضامنية أمام مقر الميدين قبل قليل مع هناء محميد وهي وقفة مهمة للتعبير عن مواقف الصحفيين اللبنانيين والسياسيين الذين يتحدثوا في هذه الندوة أنا أعتقد أن طموحنا كان في الماضي في زمن الرئيس الراحل جمال عبد النصر الوحدة الوطنية ثم تضائل إلى التضامن والآن حتى هذا التضامن مفقود لو أن الفضائيات العربية على سبيل المثال التي تصديف شخصيات إسرائيلية ومتحدثين إسرائيليين ينشرون الأكاذيب ويروجون الأكاذيب في وسائل إعلام عربية أمام الجمهور العربي ويستهدفونه لو أنها توقفت وعاقبت المسؤولي الإسرائيلي عن استضافتهم بعدم استضافتهم لمدة أسبوع أو شهر أو حتى يوم واحد أعتقد أننا سنفعل شيئا هذه فكرة ممتازة لو قاطع الصحفيون العرب تماما إسرائيل أو الصحفي الإسرائيلي كما نفعل نحن الصحفي الفلسطين في الضفة وغزة أعتقد أننا سنفعل شيئا هناك الكثير مما ذكرت وأشياء أخرى ممكن أن نفعلها طيب زميلة هنا سأختم معك كيف تابعت التضامن من قبل الشعب الفلسطيني الفلسطينيين تضامنوا بشكل كبير المؤسسات الإعلامية الإعلاميين اللبنانيين كيف تابعت حملة التضامن والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الصحافة الإعلاميين مع ما جرى معك نعم كمال هذه ربما تكون مناسبة لي لأن أشكر كل من اتصل بي أو تواصل معي بأي طريقة بأي طريقة كانت للتعبير عن تضامنه وأشكر الجميع على هذه الروح الطيبة من الكل ولكن بخصوص التضامن الفلسطيني هو ناتج بشكل غرائز ربما هناك حنية فلسطينية على بعض بخصوص التضامن العربي وأيضا الاهتمام من قبل بعض وسائل الإعلام العالمية هذا أثلج صدري من ناحية أنه أثبت لي بأن الرسالة التي حاولت إيصالها بالفعل قد أصابت هدفها وقد وصلت عسى أن يحرك هذا التضامن الأفعال أكثر وأن لا يقتصر الأمر على التضامن معي كهناء لأنني لا أعبر بهذه الحالة لا أعبر عن نفسي فقط إنما أعبر عن حال زملائي وحال أبناء شعبي أخبروني هناء بأن وصلك مراهم تضامن معك سيدة بإرسال مراهم من القدس صحيح أنا تحديدا أود أن أشكر كل السيدات الفلسطينيات التي يحضرن المراهم من الأعشاب الطبيعية وما إلى ذلك ربما لا يوجد منطقة لم يرسل إلي أحد ما منها من الضفة الغربية من الجليل من شمال الضفة من منطقة جينين ومن منطقة بيت أمر والخليل والعيسوية وقلندية والعديد من المناطق الفلسطينية التي تواصل معي منها ناس من أجل إرسال مراهم واليوم صباحا بالفعل كانت سيدة فلسطينية من العيسوية البلدة التي أصبت فيها قد أرسلت إلي مع أحد الأعزاء واسمه سامر وأنا أوجه له تحية عبر الشاشة الآن أرسلت لي صباح هذا اليوم مرهما من أجل معالج الشفاء العاجل زميلة هناء محميد سلامتك هناء محميد أود توجيه تحية تحية خاصة من القاهرة من نيابة عن الزملاء عن كل الصحفين المصريين وأيضا عن التحاصل صحفين عرب للزميلة هناء محميد وحمد الله على سلامتك وأحييك أيضا على شجعتك وإصرارك على معاودة الزهور أبام الكاميرا رغم بالضماضات ورغم جروحك ورغم ما تعرضته له لكن هذه هي الصحافة وهذه هي الرسالة المهنة بكلماتك أستاذ محمود نقبض عليها كما نقبض على الجمر أستاذ كارم محمود بهذه الكلمات المعبرة فعلا أشكرك أنهي الحلقة وأشكرك جزيلا الشكر الأمين العام المساعد لرئيس اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة ومن غزة لساد فتحي صباح رئيس جمعية الاتصال والتنمية وأيضا كل الشكر وسلامتك مرة أخرى الزميلة هناء محميد كنت معنا مرسلة الميادين كنت معنا مباشرة من الناصرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر